تسبب هذا في ارتفاع الأسعار في اليوم الذي تلى إصدار القرار رفع مستوى البطالة فورا خلال أسبوع واحد بدأت تجارة من الملون الصناعيين لأن يشمل هذا القرار أيضا رفع أسعار بعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة وفي التجارة فإذا لم يكن هذا القرار صائبا بحال من الأحوال وهذا يدل فعلا على تخبط حتى داخل صناعة القرار كيف يصدر هذا القرار بدون أخذ رأي المعنيين بهذا القرار بالأصل حكم مصر السوري المركزي يقول أن احتياطي سوريا من النقد الأجنبي يكفي لأكثر من سنة ونصف وزير الاقتصاد يقول أن الاحتياطي يكفي لأكثر من ثلاث سنوات هل الاحتياطي النقدي يكفي لأكثر من سنة ونصف أم لأكثر من ثلاث سنوات ونصف هل أنتم في المعارضة السورية لديكم رأي آخر الاحتياطي النقدي هو 17 مليار دولار في الأشهر الأربع الأولى خسرت سوريا حوالي مليارين وستة مئة مليون دولار المشكلة الحقيقة ليست فقط دعم العملة السورية هناك إشكال أن حجم المستوردات من السلع والخدمات حواري 9 مليار دولار هذا الاحتياط ينضب بشكل سريع جدا ولا أعتقد أنه يمكن لهذا الاحتياط أن يفي بحاجة سوريا بأكثر من أربعة أشهر بحال من الأحوال دعني أسألك عن وضع الليرة السورية وأي مستقبل ينتظرها في ظل أخبار عن طباعتها محليا السعر الحالي لليرة السورية هو ليس سعره الحقيقي بحال من الأحوال هذا الدعم لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية إذا لم يكن يدعمه السلع والخدمات حجم سلع والخدمات هائل تدعم هذه الليرة السورية إذن نحن نتحدث عن سعر غير حقيقي لليرة السورية يعني ربما يصل لو تركنا هذه العملة بدون هذا الدعم القادم الزائف للعملة السورية ربما ينخفض خلال شهرين أو ثلاثة إلى أكثر من سبعين أو ثمانين ليرة السورية للدولار سأذكر لك تجميض أصول بعض المسؤولين السوريين في الخارج هل المجلس الوطني السوري لديه خطة في ملاحقة هذه الأصول المجمدة وهل سيتواصل مع الدول التي جمدت هذه الأصول؟ سنلاحق كل هذه المسائل بالتعاون مع كل دول العالم وخاصة الأشخاص المتورطين حقيقة والذين هم مساهمون في قتل الشعب السوري سوف يتم ملاحقتهم اقتصاديا من كل دول العالم وسنحصي عليهم كل أموالهم التي حصلوا عليها بطرق الفساد ولحقيقة نأمل هنا أن تقوم الدول العربية بمساعدتنا في هذه المسألة لأن هناك الكثير من الفاسدين المتورطين مع النظام أموالهم تستثمر عربيا ونتمنى على الدول العربية الحقيقة مساعدتنا في هذه المسألة أين تستثمر هذه الأموال؟ دكتور دعنا نحدد الدول بالأسماء الحقيقة هناك دول الخليجية هذا معروف أن هناك أموال كثيرة تستثمر في دول الخليج شكرا